تمكنت عناصر الأمن الوطني بمناء تطجل متوسط منتصف أمس من إجهاد عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 25200 قرص طبي مخدر كانت مواجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفلت عن ضبط هذه الشحنة من المؤثرات العقلية مخبأة بعناية داخل قاطرة شحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب مباشرة بعد وصولها على بثن رحلة محرية قدمة من أحد الموانئ الإسبانية فضلا عن توقيف سائق هذه الشحنة وهو من جنسية مغربية وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشغطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا نشاط الإجرامية العابر للحدود الوطنية وكذا توفيق جميع أو توقيف جميع المتوردين